السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان مع برنامجكم الحبيب برنامج نور الحق معكم أنا محمد عطية مشالي وأسعد بالتواصل مع حضراتكم وكما وعدت حضراتكم إن شاء الله سلسلة حلقات البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون عن الحسد والسحر والقرين وكل مشاكل بتخص الأسرة وبتخص المجتمع ومعي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة ضيفي وأخي وحبيبي الأستاذ أحمد عبد العزيز نرحب بك فانديم أهلا وسهلا بك ربنا يخليك فانديم ربنا يخليك معي في الستيديو الأستاذ أحمد عبد العزيز وهو ما شاء الله ربنا منع عليه إن هو يكون مخترع بل أكون باحث بيبحث إن هو يفيد نفسه ويفيد أهله ويفيد الناس كلها باختراع جميل وبسيط إن هو ربنا وفقه ولابد أن يكون فشل علشان يكون في نجاح فالرجل ده فشل بدل المرة تسعة وتسعين مرة لحد ما نجح إن هو يختارع موضوع تخزين الأرز والقامح والطماطم وهو هيشرح لنا على أرض الواقع المواضع ديت وهنقول له تفضل أستاذ أحمد سر نجاح حضرتك في موضوع التخزين المواد اللي هي الناس بتاكلها تفضل حضرتك والله حضرتك سيد محمد أنا رحت مع واحد الله يرحمه تمام اسمه الشيخ محمد مصطفى أي أي تمام في سيوة تمام الأرز والقامح ويفضل فترة طويلة وما يصبوش لا فساد ولا كساد ولا أي شيء حتى من غير قرابة ومن غير أي حاجة تمام ما شاء الله عليك بالرز تمام الأمح تمام الضرة تمام ما شاء الله الطماطم تمام تمام اللي اللي عمت عليهم أبحاث آه مع إن الطماطم من الأشياء اللي بتبوز بسرعة وبطلع عليها فساد وبعد يوم أو اتنين بتفسد لو هي مش في بيئة رطبة تمام إنما أنت بتعمل الأبحاث دي على أرض صحراوية والحمد لله نجحت معاك تفضل نسمع بعد كده روحت لوحات روحت الزيارة برضو كناك تمام قعدت فترة برضو قعدت حوالي جي سنتين تمام هو عمت البحث دي هو تقعد معا بالضبط ست سنين ما شاء الله تمام أكيد تعلمت فيه أول حاجة الصبر زي بالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا زي إن إحنا نصبر الصبر إن أنا علشان أقدر أنجح لابد يكون عندي صبر وعزيمة علشان بمجرد ما ببدأ بالصبر وبالعزيمة أكيد هوصل للي أنا عايزه ويكون عندي إصرار لإن الفشل هو سر النجاح زي ما حضرتك بتقول كمل يا فندي مسمع بعد كده بدأت بقى أصلي برضوك اللي خلاني الإصرار أكمل ما أكملش في سوى تمام لإن الأرض هناك فيها نسبة ملوحة فيها نسبة ملوحة آه 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 بقي حوالي ألف متر ألفين متر تمام فهنا ما حصلش معك رطوبة لما أنت خزنت وبدأت على أرض الواقع تمام تمام بدأت كده الحمد لله نجحت في الأبحاث بتاعتي تمام وبرضك يعني الحمد لله ربنا عالمين يعني ربنا وفقني تمام وطبعا يعني أفضل حاجة أنت كنت بارع فيه في تخزينه إيه هي الرز ولا الأمح ولا الطماطم لا الرز والأمح والدرة والفول تمام برضو برضو جيد والبسلة ولا الفصولية والبسلة برضو كان النشفة آه تمام حتى بالحضرتك تمام والطماطم تمام ما شاء الله عليك طيب البحث دي حضرتك بحث فرعوني تمام يعني أنت عدت تبحث في مجالك أن أنت تقرأ لأن ربنا لما جاب الرسالة لسيدنا محمد قال له اقرأ تمام أنا قرأت برضو تمام وأبحثت وعملت كل جهدي وكله برضو يعني من القرآن تمام وبروضك حالك كتير آه يعني أنت اعتمدت الاعتماد الكلي على التجربة اللي هي بقولك التجربة خير دليل فأنت لما بدأت التجربة بدأت تنجح تمام ممكن بس النجاح ده جي متأخر شوية بس علمك الصبر أن أنت لما تيجي تتعلم أي حاجة جديدة لابد يكون عندك صبر يا أستاذ محمد يا أستاذ محمد أنا غاوي الأبحاث إلى المادية تمام غاويه لأن لابد ينبع الحب فأنت هنا بتنهض بنفسك وبتنهض بأهل بيتك وبتنهض طبعا بمحافظة أهلية إن شاء الله وبتنهض بالمنصورة تحديدا لأن حضرتك من الناس نسمع عنك كل خير وبنسمع عنك أن أنت شاطر في البحث بتاعك وبرضوك يعني واحد برضوك الله يرحمه الشيخ محمد مصطفى برضوك ساعدني بحاجة كتير قوي ساعدني بحاجة كتير قوي بصراحة يعني ساعدك إن هو خد بإيدك بقى بيدعمك بيدعمك ولو بكلمة أو بيدعمك وإن أنت مثلا إيه لا أنت تعمل ده بس خد بالا لابد أن أنت تفشل علشان تنجع وإنت في السن ده لو ما كانش عندك صبر تعمل زي الشباب الوقتي أنا خلاص فشلت من أول مرة هسيب الموضوع هسيب المجال ويمشي فأنت فضلت مصر أن أنت تنجع طيب وموضوع التخزين أنت حضرتك بدأت لما أنت خزنت القامح أو الغلة أو الرز خزنته تحديدا فين أو البحث ده عملته فين تحديدا في الوادي ما أنا قلت لك حضرتك عامل شيء في سوى وشيء في الوادي تمام البحث ده بالزبط خد معايا بالزبط لما طلعته مكانه ناجح تمام سنتين يعني أنت ظلت هو يقدر يقعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة بس أنا ما قادرش أقول كده عشان الناس ما يقولش ده لا 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 زي ما احنا قلنا التجربة خير دليل والرجل ده أنا بصق فيه وفي مصدقيته فلما تكلم معايا قلت له أنا برحب بفكرتك وإن شاء الله ده يكون سبب في نهوض محافظة أهلية تحديدا بل للعالم كله لأن فكرة التخزين ومع أنه شاب لسه في سن وريعان شبابه والحمد لله تبارك وتعالى أن ربنا وفقه أنه هو يبقى كده طيب كمل وحضرتك هو مش برضك هو مش هو بحث واحد لأني قلته ده ده فيه أبحاث كتير بس فيه عاوز إمكانيات يعني أنت بتطلب وبتناشد أنه يبقى فيه دعم آه أنه إن دعم معنوي أولا تمام وبعد كده دعم مدي طيب ممكن كلمة أخيرة توجيها للشباب اللي بيتكسله عن موضوع الشغل إنه هو يقول أنا مستنى الوظيفة أنا مستني الشغل لما يجين أقول له إيه لكل الشباب أنا عاوز كل الشباب تشتغل تشتغل حتى دفعات اللي كانت في الجيش يبسلهم وما يشتغل آه يشتغلوا ويبحثوا ويبحثوا ويعملوا كل جهدهم لابد من الإصرار والعزيم تمام آه يعني آه يعني لابد إن إحنا نقول إن أنا أشتغل ودي رسالة بيوجهها أحمد عبد العزيز من خلال شاشة قناة الصحة والجمال وبنشكرك عاوز الشباب بالمصالحة ولا تشتغل أو هو بيوجه الرسالة ديت وبنقول له نشكرك على إصرارك وإن شاء الله تبارك تعالى نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم من جديد